الشو اسمه؟ شفرة ابتكرها السوريون لتداول أخبار أسعار الدولار دون أن يتعرضوا للعقوبات التي فرضها نظام أسد على أي شخص يتعامل بالدولار أو يتداول أخباره بعد العقوبات لجأ نظام أسد لمؤيديه لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ليرتنا عزنا لدعم الليرة التي وصلت لانهيار قياسي على يد نظام أسد فتسابق المؤيدون للإعلان عن حملات لبيع سلع كالسجائر المحلية بليرة ومنهم من عرض سندويشة الشورمة بليرة ولفناني نظام أسد نصيب من حملة إنقاذ الليرة إذ أعلن الفنان حسام جناد عن إقامة حفلات يكون سعر تذكرتها ليرة شريطة أن تكون ليرة معدنية التي وبشهادة كافة السوريين اندثرت منذ زمن الأسد الأب حملات مؤيدين نظام لدعم الليرة لاقت سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي فاقت ما تعرضت له قرارات حكومة الأسد الأخيرة وأوضح متابعو الصفحات أن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية غير مشمولة بالحملة فضلا عن تعذر الحصول على فئة الليرة السورية المطلوبة لقاء الحفلات والسجائر والتي باتت من التراث وتباع في المحال المخصصة للتحف والعملات القديمة بسعر لا يقل عن 500 ليرة سورية واصفين ذلك بالمضحك المبكي ووفقا لتعليق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فأن أتباع نظام أسد لا يوجد لديهم حل سوى الرقص والدبكة الشعبية وظهر ذلك جليا من خلال الرد على الغارات الإسرائيلية ومن ثم الرد على أزمة المحروقات واليوم يستعد الموالون للرقص ضد الدولار الأمريكي ويرى ساخرا أن هذا الحل هو الحل الوحيد لدى سكان مناطق النظام حسب تعبيره